برغم من شح المياه اللي بيعاني منه العراق هناك مصادر يمكن استثمارها لمعالجة ولماجهة هذا الشح الأمطار مشاهدين واحدة من هذه المصادر فما هو مصيرها بعد هطولها على الأرض في العراق إذن مشاهدين هناك أو هل هناك نية لحبس هذه الأمطار لأجل أغراض أو استثمارها لأغراض زراعية أو إروائية مشاهدين تذهب أغلب مياه الأمطار التي تسقط على أرض العراق سدى نتيجة لغياب مشاريع تطوير العراق لأي أدوات تجمع مياه الأمطار للاستفادة منها ولا توجد إحصائية دقيقة تكشف بالضبط عما إذا كان العراق يحصد مياه الأمطار بمشاريع استراتيجية إلا أن ربع تلك المياه فقط تعود بالفائدة على البشر والأراضي في العراق مراقبون محليون يتحدثون بيأس عن الاستفادة من مياه الأمطار التي تسلك ثلاث طرق بعدها طولها على الأرض بحسب ما ذكر فإن 75% منها يتبخر 5% تتحول إلى مياه جوفية فيما يبقى القسم الأخير على السطح وفي خضم خطر الجفاف هناك نية لإنشاء مجموعة سدود الصغيرة لتخزين مياه الأمطار والاستفادة منها لأغراض زراعية وغيرها حيث من المؤمل أن يتم إنشاء 36 سد لحصاد المياه خلال العام المقبل في مناطق متفرقة من البلاد وتأتي هذه المساعي جراء انحسار واردات نهري دجلة والفرات والأنهار الفرعية التي تغذيهما بسبب إنشاء سدود عملاقة في مناطق المنبع في تركيا وإيران